اضيفت هذه الوثيقة الصادرة في العام 1928 إلى متحف القناة الرقمي وهي معنونا بوثيقة حدود وفي تفاصيلها يبدو أنها وثيقة تعرف بحاملها وتحدد مكان إقامته ليسمح له بالتنقل من وإلى مكان سكنه في قرية السفح القرية التي تبعد عشرة كيلومترات تقريباً عن مدينة رأس العين في شرق سوريا حيث كانت سوريا في فترة الانتداب الفرنسي مقسمة إلى عدة مناطق تتمتع بحكم ذاتي وبالتالي فإن التنقل بين هذه المناطق لم يكن حراً ويستلزم استخراج بعض الوثائق وكنا فيما سبق قد ضممنا العديد من المقتنيات إلى المتحف الرقمي حيث يمكنكم أن تستعرضوها من خلال الرابط الموجود في صندوق الوصف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر